كانت مسامة ألف مبروك للنادي الأهلي في فوز مقنع وأداء مويز جداً وبخاصة مشاوط تاني مظبوط مبروك طبعاً لكل جماهير النادي الأهلي وكل من يرتبط بالنادي الأهلي شوط التاني شوط رائع وإحنا يمكن قبل اللقاء أيماً كلنا اتفقنا قلنا إن دكة الاحتياطي أو البدلاء في النادي الأهلي هيعمله الفارق مع الوقت وده اللي حصل فعلاً الشوط التاني ويمكن كلنا كنا متفقين إن فيه في بداية الشوط اتنين هينزلوا من ثلاث أفشا كلنا كنا متفقين عليه وكنا بنقول البداية هتبقى بكهرباء أو شريف وده اللي حصل فعلاً من مستر مسماني نزل أفشا وكهرباء ثم تابعهم بشريف وطبعاً واليد جاب جن رائع بس يمكن نزل آخر 3-4 دقيقة لكن التلاتة نزلوا عملوا فرق كبير رغم الجهد اللي عملوا فرقة سيراميكا لكن نادي الأهلي الشوط التاني حاجتين فرقوا معاً كتير جداً النزول اللعبة دي زي ما قلنا قلنا كان محتاجين جداً حد قريب من بواليا لو أفشا ما كانش بادئ الشوط الأوليد سليمان كان بنلعب بتلاتة ارتكاز فكانوا بوعات شوية وهم كمان كانوا لسه بكامل قواهم البدنية فكانت الأعمالية مقفولة شوية رغم من الشوط الأولاني برضو احنا قضينا أكتر من فرصة الشوط التاني بنزول المجموعة دي تكهرباء وأفشا تابعهم محمد شريف ثم أخيراً وليد سليمان مع الجهد البدن ابتدى يقل شوية عند فرقة سيراميكا من كتر كميات الجاري والضغط اللي كانوا بيعملوها فمساحات اتفتحت مع لعيبة مؤسرين ومهاريين في النادي الآلي قدروا برؤية كبيرة جداً يجيبوا جنين وأضعوا أكتر من على الأقل لا الفرص اللي هي نص ونص يعني بين وبين كتير لكن أنا بقول على الفرص المؤكدة المؤكدة ما يقلش عن خمس فرص مؤكدين في واحدة علي معلول انفراد كامل حطها فوق العرضة في واحدة علي معلول عملها بالعرض البوالية حطها بوش رجله فوق العرضة في واحدة الكهرباء من بوالية رقص فيها وحطها عمر عمر طلحها يعني فيه أربع أو خمس فرص لا غبار عليهم واحدة بتاعت شريف اللي كان مفروض رقص وحطها في عمر ده غير بقى الفرص اللي بنقوها عليها إيه خمسين خمسين لكن الفرص دي كانت مؤكدة فالشوت الثاني فعلاً من الأشواط الجيدة جداً للنادي الأهلي وبحيي اللعيبة والجهاز على التغييرات اللي حصلت وكل اللعيبة حتى اللي ابتدوا الماتش بأزال وجود كبير فمش عايزة نتقص من حد لكن التغييرات عملت تأثير كبير في الشوت التالي